طيب هنروح لدولة كرة طائرة رجال اللي ابتدأ الحمد لله والدنيا مشى كويس أول مباركة مع الإلاميين كان يوم الاتنين اللي فات أول مبارح فوزنا طبعا فيه بسهولة الحمد لله 25-16-25-10-25-15 كاميرا الأبطال كانت موجودة في الماتش وعملنا التقييد نتفرج عليه مع حضراتكم وارجع لكم دي الحمد لله طبعا أول مباراة يمكن مدى صعوبتها هي طبعا مش طويلة لك أن نحن بنى تقريبا سبعة أشهر وما لابناش ماتشات خالص دي طبعا كتنأثرة جدا على الفريق والدورة هيبدأ ازاي لكن الحمد لله يمكن الدوري السنة دي الاتحاد عامله بطريقة كويسة جدا وحلوة قوي قوي يعني فيها يبقى فيه إصارة ومتعة خصوصا في الأدوار اللي هي قبل النهائي والنهائي إن شاء الله بالنسبة للماتش الحمد لله كان سهل ماشي سهل كل الناس لعبت كنت متعمد طبعا الناس كلها تلعب الحمد لله حتى الولادة الصغيرين قدوا معليهم والحمد لله ربنا وفقنا وبداية موفقة إن شاء الله بالنسبة للنظام الدوري هم 24 فرقة تقسموا 4 مجموعات هنلعب كل مجموعة 6 فرقة هنلعب رايح جاي بعد كده هياخدوا أول 3 هيبقوا 12 فرقة هيعملوا بين مجموعتين الفرقة اللي لعبت قبل كده في الدور التمهيدي دوت مش تلعب بعضي تاني هنلعب هنلعب هياخدوا أربع فرقة منهم هيبقوا أول 8 8 دول هعملوا دول لوحدهم دوري من دور واحد نظام الدورات المجمعة دوري رايح من دور واحد بس لتحديد المراكز بعد كده هنعمل بلاي اوف الأول هيلعب الثامن بستوف سري وبعدين القابلي والنهائي والنهائي بستوف فايف فدوري إن شاء الله أنا للتحاد بصراحة عامل دوري أنا متفائل جدا بي أو منافسة فيها هتبقى جيدة جدا خصوصا فرقة من دعامة كتير وفرقة كتيرة إن شاء الله هتنفس طبعا أكيد كان بداية موفقة نادة الحمد لله نادية عامين نادي كنت متوقع يوم وكألم يقل من كده بس الحمد لله يعني إحنا عملنا ماتش كويس وهم فرقة بصراحة كويسة ودي بداية وربنا يكرم إن شاء الله في اللي جاي بإذن الله والله كنت مهدو كنا عاملنا ماتشات ودية كتيرة الفترة الفترة حتى خاطر موضوع الزهق إن كل الدور بدأ متأخر قوي كنا نتمنى في صفح بعد دور كتير بعد كده وقفنا شوية الصفح حتى خاطر برضو الزهق بعد كده دخل المشاوط الودية الفترة الأخيرة دي كتيرة وهو الحمد لله وبدوري بدأ والناس كلها خلاص ببا يتركز في موضوع الدوري وكاس مهمين طبعا ربنا يكرمنا أول حاجة بداية الدوري وكل بتوية نركز فيها فوقتها يعني طيب الحمد لله مكسب النهاردة بداية إن شاء الله موفقة في الدوري لسه بدين أول ماتش بقلنا كتير وعدين طبعا البداية كان يعني ممكن كان فيه لسه مش مركزين أو ما دخلناش الماتش كويس لعبوا معنا شوية في الأول بس الحمد لله من بعد النص الأولاني قدنا نفرق معهم والسكرات بعد كاف الثاني والثالث كانوا الجيمات مريحة الحمد لله الحمد لله فترة يفاتت استعدنا كويس قوي اتمرنا كويس جدا فولي وبدني وكل حاجة يعني استنينا الدوري كتير فالحمد لله احنا جاهزين بقى نلعب ماتشاط يومين في الأسبوع ندرق الأولاني يعني الماتشاط في المتناول مش مش صعب قوي لكن يعني بعد الشهر خلاص هنخش في الجد بنظام الدوري الجديد هيبقى الماتشاط جامدة كتير إن شاء الله زي ما حضراتكم تابعتم كابتن محمد مسال حميد وتكلم عن نظام الدوري الحقيقة نظام جديد واضح إن الاتحاد اللي جاي عايز يعمل زي ما يقولوا يعني تغيير شامل حتى في شكل المسابقة لو خدت بالكم هو قال لكم إنه أربع مجموعات هياخدوا أول وتاني وتالت التالت يبقى 12 فريق يقسمهم 6 و6 يلعبوا بعض ويترتبوا تاني بعد كده يطلع أول تمانية أول تمانية لعبوا دور واحد يرتبوهم من أول التامن وبعد كده لعبوا بلاي أوف زي الباسكت الأول يلعب التامن والتاني يلعب السابع وهكذا أنا بس عندي نقطة عايز أعلق عليها إنه كده بيضمن تلعب موسم أكيومليتد يعني موسم كله فوق بعضه يبقى أنت كده هتوصل في الآخر الأكفأ ولا يكسب لأنه أنت بتلعب مطشات كتيرة وبتجمع نقطة ممكن تكون يعني كان زماني الدوري زي ما لو تفتكروا كان هو مطش الأهلي والزمالي رايح جاي فأنت يعني كسبت مطش منهم وكسرت مطش من الفرقة تانية الدوري راح كان الدوري عام زي أشبه بدوري كرة القدم مع الفرق ما ينفعش الكلام ده في الألعاب الجامعية الألعاب الجامعية بيبقى المنافسين قليلين من زي كرة القدم فلازم تكتر عدد المطشات عشان المستوى يباد يعني المستوى مع الفرقة المتقربة أصلي مش هتبقى زيادة مع الفرقة المتقربة فالبلي اوف هنشوف أن اللي يكسب البطولة محتاج يلعب بيست اوف سري أو بيست اوف فايف فكده بقى هيبان يعني ممكن تلاقي مطش الأهلي والزمالك بلعبه 3 أو 4 مطشات عشان نعرف مين البطل الحقيقة حاجة كويسة وحاجة جيدة وبتفرز وحتى شوف تابت محمد مصالح ميدو قال لا الاتحاد عامل شغل أكيد لا استحسان من كل المسؤولين في الكرة الطائرة الرجال